في إطار الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية نظمت وزارة الداخلية احتفالية بهذه المناسبة تحت عنوان دور التكنولوجيا المعلومات في تقييم المخاطر تأتيدا على دور رجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للحماية المدنية الذي يواكب الأول من مارس من كل عام نظمت وزارة الداخلية احتفالية بتلك المناسبة تحت عنوان دور التكنولوجيا في تقييم المخاطر بمقر الإدارة العامة للحماية المدنية اليوم دوت بنحتفل به وبنبرز وبنظهر في الاحتفالية دور الحماية المدنية في المجتمع وأنه هو الهدف الأساسي منه حماية الأرواح والممتلكات شهدت الاحتفالية حضور ممثلين عن أطياف المجتمع كافة حيث أدى رجال الحماية المدنية بيانات عملية متنوعة أكدت على التطور في آدائهم واستعابهم للمهام المكلة إليهم بكل احترافية تعالين من النهاردة كيف نطف الحريقة وكيف ننقذ الناس ما شفناهم هما طلعين في المطافي وبيطفوا الحريقة والحرقة كانت عالية ولما طفوها عرفنا أنهم أبطال وبيدفع عن وطن البيانات العملية عكست القدرة والجاهزية التي يتمتع بها رجال الحماية المدنية في التعامل مع الكوارث البشرية والطبيعية من إطفاء حرائق إلى تعامل مع المفرقعات ووصولا لعمليات الإنقاذ بمشاركة عناصر شراطية نسائية مجهزة ومدربة وشهدت الاحتفالية تكريم أسر شهداء الحماية المدنية والمصابين والضباط من من أوفوا العطاء والمتميزين وجامعهم وجهوا الشكر على هذا التقدير وتطور الملحوظ في أداء رجال الحماية المدنية لحماية الأرواح والممتلكات من الحاجات الممتعة عندنا هذا كان فيه تكريم لمصاب الحروق وده كان له صدق فعال ناحيتهم أنهم حسوا أنه فيه اهتمام وفيه من القيادة إحنا فخورين بمصر أن هي كمان بتقدر أنها تكرم الناس اللي ممكن يكون حصل لها إصابات حروق وبالتالي بيعرفونا هم وصلوا لحد فين علشان يعني يتلاشوا الإصابات دي مع الوقت وبصراحة الحب اللي هم قدموه لنا والمشاركة والمداليات اللي قدموها هنا والدعم المعنوي والنفس لنا يعني بصراحة بتمنى أن احنا نقرر الموضوع ده تاني وأن احنا تبقى مشاركين فيه أكتر وأكتر أنا طبعا مبسوطة جدا أن هم افتكروا أسر الشهداء وكرموهم في اليوم العالمي للمحماية المدنية ودي حاجة كويسة تكريمهم وأنهما فاكرنا تدلوا الوسام أو تدلوا المدالية أو التكريم في أي مكان ما رحوا ده لهم معنا كبير قوي قوي عندنا وعندهم هم يفضل معاهم مدى الحياة الاحتفال السنوي باليوم العالمي للحماية المدنية يؤكد على الدور المحوري لرجال الحماية المدنية في حماية الأرواح والممتلكات والتطور في الآداء البشري والتقدم التكنولوجي الذي يساعدهم على أداء مهمهم بشكل فعال وبصورة احترافية اليوم العالمي للحماية المدنية هو تكريم لكل رجال الحماية المدنية في كافة المواقع والذين يعرضون حياتهم للخطر في سابل إنقاذ الأرواح والممتلكات لذا تحرص وزارة الداخلية على الاحتفال بهذا اليوم في الأول من مارس من كل عام عبدالله بركات التلفزيون المصري